اشهد صاحب سمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل والتعاون مع المؤسسات العالمية العاملة في مجال التجهيزات والمعدات العسكرية ومن بينها شركة لوكيد مارتين الأمريكية الرائدة بما يرفض الجهزية العسكرية والدفاعية لمملكة البحرين جاء ذلك خلال لقاء سموه بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة مع السيدة نانسي شليغيل نائب الرئيس للشؤون الحكومية الدولية في لوكيد مارتين والوفد المرافق من كبار مسؤولي الشركة وذلك في إطار انعقاد منتدى حوار المنام الرابع عشر حيث رحب سموه بمشاركتها في هذا المنتدى الدفاعي الأمني الحيوي بأبعاده الاستراتيجية التي لها أهمية بارزة بالنسبة للمعينيين بهذه المجالات والتي تعنى بحفظ الأمن والاستقرار على المستوى الدولي من جانبها أشادت السيدة نانسي شليغيل والوفد بمستوى الإعداد والتنظيم وما توفره مملكة البحرين من تسهيلات ودعم لإنجاح المؤتمر على مداري هذه السنوات أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يشهده منتدى حوار المنامة من تنوع في الطرح والمشاركة والذي أتاح مساحة واسعة لمشاركة كبرى مؤسسات التخطيط الاستراتيجي والخدمات من إثراء محاور هذا المنتدى جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة مع السيد شارلز إدوارد بويه الرئيس التنفيذي لشركة رولاند بريجيه حيث طلع سموه على مجموعة المشاريع الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط التي تعنى بها الشركة وبالخص ما يتصل منها بتحسين الخدمات عبر القطاعات الرئيسية وخلال اللقاء تطرق سموه مع سيد بويه إلى أهمية المحاور والقضايا المطروحة في منتدى حوار المنامة الرابع عشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر